بحث القائم بأعمال سفارة بلدنا في بريتوريا أحمد حسن مع نائبة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وأسيا بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا السفيرة نتوميزو ودولا لالي سبل تعجز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطرق القائم بأعمال السفارة إلى التطورات الجارية على الساحات اليمنية والجهود الأغليمية والأممية المبذولة لإحلال السلام العادل والشامل في بلدنا والمرتكز على البرقعيات الأساسية مشيرا إلى تعنت ورفض الميليشيا الحوثية الإرهابية لتلك الجهود ومن جانبها أعربت المسؤولة في جنوب أفريقيا عن تطلع بلادها إلى وقف نزيف الدم اليمني وإحلال السلام والاستقرار في اليمن متمنية للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين النمو والإزدهار